بصمت مفزع يشتاح التلوث من الأرض والسماء مدن العراق واحدة تلو الأخرى ليحدث الضرر الأكبر والأكثر في العاصمة بغداد الأمر الذي ينذر بكارثة لا حدود لمخاطرها الإنسانية والصحية ما لم يتم تدارك الوضع في الأمدين القريب والمتوسط فالأرقام القادمة من بيانات ودراسات لا تكذب تشير خارطة مستويات التلوث AQI في العراق إلى نسب تلوث عالي تتجاوز 150 إلى 225 ميلي جرام متر مكعب لكن ما أسباب ارتفاع نسب تلوث الهواء في العراق يربط خبراء هذا الارتفاع بجملة أسباب بينها المخلفات الحربية والصناعات النفطية إضافة إلى الاكتظاظ السكانية وعوادم السيارات وتراكم النفايات ومكبات الطمر غير صحية يضاف إلى ذلك أن العراق يمر بأشد مراحل التدهور المائية الذي يهدد الوضع البيئي ويرفع معدلات تلوث الهواء فالسنوات الخمس الماضية مر العراق بأقصى فترة الجفاف التي أثرت بشكل كبير على التنوع الحياتي إذن أين تكمن الحلول؟ يدعو مختصون إلى ضرورة التوجه نحو تقليل الانبعاثات الناجمة عن الوقود الاحفورية وتجيع وتطوير القطاع الزراعي والاعتماد على محاصيل يتطلب سقيها كميات قليلة من المياه ليس هذا فحسب بل يحتاج العراق إلى خطة شاملة غير عشوائية لمواجهة التلوث تبدأ من إصلاح نظام عمليات استخراج النفط والصناعات المحلية وتمر بتعزيز النقل الجماعية واستيراد السيارات الكهربائية ولا تتوقف أو تنتهي عند هذا الحادة بل تشمل تفعيل قانون البيئة وإدراج تشريعات جديدة تتوافق مع أهداف وقرارات مؤتمرات المناخ الدولية ووفق هذه المؤشرات لا منقذ للعراق من أضرار التلوث البيئي إلا الغطاء النباتي هذا ما تؤكده الدراسات وتبين أن الأمر يتطلب في غضون عشر سنوات زراعة خمسة عشر مليار شجرة معمرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه